ما هيكون في الجزء الثاني في حلقتنا النهاردة دكتور أحمد سابت هيكون معانا أبرز الأرقام أبرز التحليل الفني لمباراة الأهلي والزمالك لكن عايزة بتدي حلقتنا النهاردة إن أنا عايزة تطمن عن واحد من نجوم الأشبال وأيضاً واحد بينتظر مستقبل كبير مع الدرجة الأولى هو لعبنا مصطفى أبو الخير كنا هنا في استاد الأشبال أو في برنامج الأشبال بنسلط الضوء على لعبين كتير في قطاع الناشئين كان واحد من ضمنهم هو مصطفى أبو الخير إلى أن طلع فترة الإعداد في الإمارات مع مرس الكولر وأعجب بهذا اللاعب بدأ يديله في المباراة الودية في الإمارات رجع الكاهرة بدأ يديله في المباراة الودية في الكاهرة لما بدأ يثبت نفسه ويحظى باهتمام مستر كولر مستر كولر أوصى أن مصطفى أبو الخير يتأيد في القايمة الأفريقية هو وبعض اللاعبين هو واحد من اللاعبين المجتهدين واحد من اللاعبين اللي عندهم حماس كبير بيلعب بيلعب وسط ملعب مدافع مركز ستة بيلعب باكرايت بيلعب في كذا مركز كمان تواجد مع الدرجة الأولى في ماتشين شبابه الازداد ومديامة وسافر وكان موجود مع قائمة فريق النادي الأهلي في آخر مباراة نقلناها على قناة الأهلي مباراة الاتحاد السكندري اللي انتهت بالتعادل السلبي وقدر يفوس فيها شباب النادي الأهلي بركلات الترجيح والحمد لله مازال شباب الأهلي متصدر لبطولة الجمهورية في المباراة دي حصلت إصابة قوية جدا لمصطفى أبو الخير زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا على الشاشة كانت إصابة قوية جدا قدت لارتجاج في المخ وكسر في الأنف وزي ما احنا شايفين عربية الإسعاف نزلت بسرعة أرض الملعب تم نقله لأحد المستشفيات القريبة من النادي الأهلي في مدينة نصر ترجمة نانسي قنقر